السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا ابنائي وبناتي. طلاب وطلابات الصف الثلاث الابتدائي. ان شاء الله نكمل منهجنا مهاردة الأزر تري طب سري. منهجة المستورة في المعايد النموذجية. عندنا نهار ديانة تيو. الوحدة التانية. نبدأ فيها. عنوان الوحدة بتاعتنا. يعني عالم الحيوانات المدهش. يلا نشوف بتاعتنا. نكلم ان شاء الله الوقت يعني لسن وان اول درس عندنا عنوانه ايه? معناها الحيوانات الاليفة او الحيوانات المنزلية اللي ممكن نربيها في البيت او في المزرعة. معناها الحيوانات البرية. يعني هتكلم عن الحيوانات الاليفة والحيوانات البرية. يلا نشوف الدرس بتاعنا. لو عايزين تشوفوا الدرس اللي فاتت هسألكم الروابط بتاعتها ان شاء الله وسنده الوصف. كمان هسألكم روابط لصفحة الفيس يوتيوب وانستجرام رابط قناة التليجرام. شوفنا بعض الدرس بتاعنا. شوفين قدام نائف دي في الصورة دي. زي ما احنا شايفين. ده فاصل دراسي. and this is the teacher and these are those are the pupils دول التلاميذ. شوف التيتشر بيشرح لهم ايه بقى. مستر حمدي بيقول ايه? صباح الخير الجميع. today we will learn about domestic animals. هنتكلم النهاردة عن domestic animals يعني الحيوانات الاليفة. that live with us. اللي هي بتعيش معنا. and animals that live in the wild. وهنتكلم عن الحيوانات اللي بتعيش in the wild يعني في البرية يعني في الغباط وكده. كريم قال what does a domestic animal mean? معناها ايه كلمة? domestic animal mean يعني معناها ايه? فقال له domestic animal is an animal that lives in a house or on a farm. معناها الحيوان اللي بيعيش in house يعني في منزل او او اونا فارم يعني في المزرعة. حيوانات اللي بنربع في البيت او في المزرعة بنسميها domestic animals. فروان قالت what about wild animals. ده بماذا عن ال wild animals? بقى الحيوانات البرية دي هي ايه? فمستر حمدي قال لهم. wild animals are the ones that live and grow in nature. هي الحيوانات اللي بتنمو في الطبيعة في الاماكن الطبيعية زي ايه? زي forest like forest. اللي هي الغباط والجونجلز. الادغال او الغباط برضو. والديزرس. اللي هي الصحاري. or oceans. اللي هي المحيطات. يعني الحيوانات الويلد البرية او الحيوانات المفتلسة او المتوحشة او البرية بتعيش فين? forest, jungles, deserts or oceans. لغبات المحيطات الصحراء وهكذا. can you think of some examples of domestic animals? بقول لهم ممكن تفكروا في امثلة لحيوانات domestic اللي احنا ممكن نربعها في البيت او في المزرعة دي. فعمر اميل عندنا كاتس القطط. الكلاب and horses الحصنة. are examples of domestic animals because we can have them as pets. اللي دول دول نسميهم domestic لانه ممكن نحتفظ بهم في يعني كحيوانات اليفة في البيت. in our houses or on farms او من ربيهم في المزرعة. مستر حمدي قال له can you think of some examples of wild animals? طب تعرفوا بقى تفكروا في امثلة تانية لل wild animals الحيوانات البرية. فريم ردت وقالت ايوة انا عارفة lines, الوسود, وتيجرز, النمور, سنيكس, السعابين and كراكتايلز are wild animals. وكمان التمسيح. ليهم wild because we can't keep them as pets. ما نقدرش نحتفظ بهم كحيوانات في المنزل in our houses. فمستر حمدي قال well done. احسنتم. bravo عليكم. you are all so clever. كلكم ممتازين في الفصل قال له thank you. مستر حمدي. شكرا يا مستر حمدي. بعد ما قرأنا الديالوج المحادسة بتاعتنا بين مستر حمدي والبيوبلز بتوه التلاميذ بتوه عن domestic و wild animals. يلا نحل الاسئلة. number one the dialogue is about is all about. المحادسة دي كلها بتتكلم عن ايه? عرفنا طبعا انها بتتكلم عن domestic and wild animals. اللي هي الحيوانات الاليفة او الحيوانات والحيوانات البرية. number two. domestic animal refers to. كلمة domestic animal بنتشير للحيوان انها كلمة refers to يعني ايه? تشير الي يعني مقصود بيها ايه? معناها ايه domestic animal? عرفنا طبعا ان معناها an animal that lives in a house or on a farm. الحيوان اللي بيعيش في البيت او في المزرعة. number three. wild animals live and grow in. الحيوانات البرية بتعيش وبتنمو فين? اه عرفنا ان ما بينمو في الاماكن الطبيعية زي forests, jungles, deserts or oceans. غبات وصحراء ومحطات. number four. which of the following is not a domestic animal. ايه دول ما هوش حيوان دمستيك مش حيوان منزلي. طبعا هو مين? number five. lines are considered wind and wild animals because. القسود بنعتبرها wild animals. ليه? لانها ايه? they cannot be kept in house. ما نقدرش نربيهم في المنزل. language notes بيقول لي هنا to ask about the description of something we use. عشان نسأل عن وصف شيء معين. بنسأل السؤال ده نقول كده. what does? كذا? refer to. زي ما هو قال what does? domestic animal refer to. يعني تشير الى ايه? وما جاء جاوب هقول it refers to. واقول بقى المعنى بتاعها بيشير لايه? زي الامثلة دي مسلا. هنا صدقنا بيسألها what does a wild animal refer to? كلمة wild animal معناها ايه? فقالت له it refers to an animal that lives in a natural habitat. الحيوان اللي بيش موطن طبيعي. يبقى ماجه اسأل الا ما يشير اسمها what does a wild animal refer to? وفي الاجابة it refers to. حطنا هنا اس للفعل عشان السؤال كان فيه كلمة does. ده مضارع بسيط. ناحية وشي وقت والاسم المفرد بنحط للverb s او es. كمان لما اجي اسأل هنا what does a domestic animal refer to? مثال تاني هون. يشير الى ايه? what does a domestic animal refer to? يشير الى. واليجابة نبدأ باي? it refers to an animal that lives in a house or on a farm. يعني الدومستيج معناها الانيمال الحيوان اللي نعرف نحتفظ به in house نحطه في البيت او 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 افارم في المزرعة. يقول لي انا remember كلمة habitat معناها means the natural environment البيئة الطبيعية in which animals or birds live اللي بيعيش فيها الحيوانات او الطيور. يبقى habitat معناها موطن او بيئة طبيعية. عندنا هنا passage تانيا بتتكلم عن الانيمالز برضو بتحكي لنا هنا. شايفين هنا طبعا there are a number of animals. هي عدد من الحيوانات هنا. نفتكرهم كده مع بعض. what's this? تفاكرينه? yes this is a horse. a cat, a donkey, a lion, rabbits. العشود وكمان a dog. يقول لي بقى هنا domestic animals live in houses or on farms. يعني الdomestic الحيوانات الاليفة دي بتعيش في مكانين. in houses في المنازل or on farms او في المزرعة. they can eat ويقدر يكلوا. meat, fish, grass, leaves, and corn. كل الحاجات دي بيأكلوا. بيأكل لحمة, سماك, عشب. leaves اللي هي اوراق الاشجار. rice, الرز وكورن اللي هو الزرة. domestic animals include. بتشتمل على ايه الحيوانات الdomestic دي? dogs, cats, cattle, donkeys, horses, camels and rabbits. يعني زي ايه? كلاب والقطط الكاتل. كاتل اللي هي الماشية زي البقر والجموس, donkeys, الحمار, horses, الحصنة, camels, الجمال والrabbits اللي هي الارنب. however مع ذلك you can find wild dogs. ممكن كمان تلاقي wild dogs and pet dogs. يعني الكلب في منه انواع بتبقى wild برية ما عرفش ربيها في البيت. وفي منها انواع تانية pet يعني عرف ربيها في البيت. كمان بيقول لي هنا بقى what's this? ده ايه? دوت tiger. كمان دوت ايه? crocodile. ودوت snake. صعبان. اوكي نشوف كده مع بعض. wild animals are found in forests. الحيوانات البرية بنلاقيها forest الغابات. or at zoos. وبنشوفها كمان في الزوو في حذيقة الحيوانات. most of them are dangerous. معظم الحيوانات البرية بيبقى dangerous يعني متوحش. and eat meat. وبياكلوا اللهم. like lions. زي الاسود. tigers. النهور. crocodiles. التمسيح. and snakes. وكمان السعبين. some wild animals are not very dangerous to people. بعض الحيوانات البرية مش خطير اوي بالنسبة للناس. and they eat grass or leaves. وبياكلوا grass. اللي هو العشب وليفز اللي هي اوراق الاشقار. such as elephants. زي مثلا الفيلة. الفيلة ما بتاكلش الحوم. بتاكل العشب او الاوراق الاشقار. كمان giraffes. الزرافة. hippos. الوفارة صنا. and monkeys والقرود. برغم ان هي حيوانات طويل. لكنها مش so dangerous. مش خطيرة اوي. however they cannot be kept at home. ومع ذلك ما نقدرش برضو نعتبس بهم في البيت. because they are big. لان حجمهم كبير. big يعني كبير. and need to be in their natural habitat. كمان بيحتاجوا انهم ما يقشوا في بيئتهم الطبيعية او موطنهم الطبيعي. نحل يلا الاسئلة على البسج دي. number one which the following is an example of a domestic animal. ايه في دول مثال لdomestic animal الحيوان منزلي. طبعا عرفنا ان هو ايه dog. number two where can you find domestic animals. تقدر تلاقي فين الdomestic animals دول. domestic animals بيعيشوا في مكانين. houses or farms. يعني المنازل او في المزارع. what do domestic animals eat. الحيوانات الدومستيك دي بتاكل ايه. يطرى بيأكلوا ميت ولا grass ولا fish ولا all of the above. all of the above معناها جميع ما سبق. كل ما سبق. يعني بيأكلوا كل الحاجات اللي قلناها في التلات نقط اللي قبل ده. ايوة فعلا هم بيأكلوا التلات حاجات دول عادي. يبقى نختار هنا all of the above. number four where are wild animals typically found. يعني wild animals مفروض بتقوم موجودة فين في الاساس. بالاساس موجودة فين? موجودة طبعا في forest اللي هي الغبات. why can't wild animals be kept at home? ليه ال wild animals من قدرش نحفظ نحتوظ بها في البيت. لانهم ايه? they are dangerous يعني هم حيوانات خطيرة ما نقدرش نحتوظ بها في البيت. هنا بيقول لي read infer and match. يعني اقرأ ويستنتج. lines are wild animals are wild and dangerous animals. lines اللي هي الاسود. بيقول لي ان هي حيوانات wild متوحشة او برية and dangerous يعني خطيرة. most lines live in forest. يعني منظم الاسود بتاعيش في الغبات in africa. في افريقيا. male lines يعني الاسد الزكر have their have hair around their necks. عندهم شعر حوالين رأبتهم. يبقى الاسد الزكر عنده شعر حوالين رأبته. بيقول لي من الجملة دي اقدر استنتج ايه? استنتجت معلومات ايه هنا? استنتجنا الحاجات دي. الاستنتج مسمي inferences هنا. استنتجنا number one ان lines are categorized as wild and dangerous animals. يعني الاسود بنعرف ان ان نصنفها ونقول ان هي من ايه من انواع الحيوانات اللي هي wild and dangerous يعني برية وخطيرة. كمان most lines can be found in forest located in africa. معظم الاسود بنلاقيهم في الغبات اللي موجودة في افريقيا. عرفنا كمان ان male lines possess a specific characteristic. عرفنا ان الاسود الزكور ليهم ميزة معينة. بتميزهم which is having hair around their necks. ان هم عندهم شعر حوالين رقبتهم. فده اللي استنتجناه من القطع دي. كمان بيقول لي هنا زي ما احنا شايفين في دي. يعني الاسود بتاكل اللحمة بس. بتاكلش اللباتات خالص. عشان كده بيقضوا معظم وقتهم. معظم حياتهم هم بيفترسوا زي ما احنا شايفين هنا بيفترسوا بيكلوا الحيوانات الاخرى. كمان بيقول لي ان الاسود بيبقى الورنها مختلفة. yellow اصفر. or brown. bunny. وكمان white. ممكن لايه اسد ابيض. they have strong teeth. عندهم اسنان قوية. they bite other animals and humans and kill them. يعطوا الحيوانات التانية. وكمان البشر وممكن يقتلوهم. lions have wives. يعني الاسد بيبقى عنده wives. زوجة. and their kids are called cubs. عنده زوجة. وعنده اولاد. والاولاد بتوعه بينساميهم cubs. يعني اشبال. lions are not nice animals. يعني الاسود مش حيوانات لطيفة. so if you see the lion's teeth it doesn't mean it can smile. يعني شان كده لو انت شفت الاسنان بتاعت الاسد. ما تفتكرش انه هو بيدحك. بيبتسم. but you should run. ده انت لازم تجري. or drive your car away. او تسوق ربيدك بسرعة. وتهرب منه. لانه كده ممكن يفترسك. بعد كده نتكلم عن الفونيكس. اسوات الصوتيات. هنتعلم ايه النهاردة. هنتعلم ماجيك ايه. اللي هي ايه السحرية. اللي هي بتخلي الصوت. ايه بتخليه اطول. يعني ايه? بيقول لي انا مسلا كلمة بايت. هنا الايه في النص. لما جينا في الاخر هنا بعد حرف تيه حطنا لها ايه. خلت الايه نطقة ايه. 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 زي بايت. نايس. بايك. رايد. يبقى ماجيك ايه خلت الاي هنا تطنطق ايه. مش ايه. عشان كده بنسميها بس مش موجودة كده في كل الحالات. يعني مسلا كلمة في هنا ايه في الاخر ايه وحرفه ايه. بس هنا ايه نطلع ايه. مش ايه. يعني برضو لازم نحفظ نطق الكلمات كويس. نشوف كده امثلة لكلمات اللي فيها ماجيك ايه. عندي مسلا كلمة كت. بقيت كايت لما حطنا لها الماجيك ايه في الاخر. يبقى هنا الامثلة دي. اظهرت لنا الايه في الاخر سميناها عشان حرف الاي بقى اطول بقى لانجر. بقى بدل ايه? بدل عبت نطق اي. نقول الكلمات تانية مع بعض ترجمتها سريعا. فضع شفاويا كده كت اللي هي المجموعة وتعدد او طاقمة او حاجة. بقيت كايت اللي هي طايرة ورق. فين الزعنفة بقيت فاين يعني بخير. ست يجلس بقيت ساعت يعني موقع. شن الساق او القصبة بقيت شاين يعني شرك او تلمع. هنا عندنا بس دي جو عايزني اعمل سوركل على الكلمات اللي فيها ماجيك اي. اللي فيها الصوت الاي الطويل بسبب الايه في الاخر. شايفين مايك هي نفسها فيها ماجيك اي. هايد ابيك. مايك كان عنده بايك وبيك كمان فيها ماجيك اي. هي لايك تو رايد ايت ان ده بارك. كان بيحب بيركبها في البارك. عندنا ماجيك اي فينا في لايك وفي رايد. شايف ابيك كايت طيارة كبيرة فيها ماجيك اي. ان دا سكاي في السماء. اتو سو هاي كت عالية جدا. كمان فيها ماجيك اي. يعني الطيارة كان فيها خطوط. يعني فيها ديل كمان طويل. مايك was excited to see it. كان متحمس جدا لما شافها. سأل عجلة بسرعة عشان يشوفها بشكل احلى. فيها ماجيك اي بس شعرينها عشان الان يجي. الشمس كت مشرقة وبتلمع. وكان حاسس بحساس جميل. لوح باديه لبعض الاطفال اللي كانوا بفلايين بطير طياراتهم. they smiled. smile برضو فيها ماجيك اي. and waved back. وابتسمولوا ولوحولو هما كمان. مايك انجويد his bike ride. استمتع بركوب الدراجة. ride وbike فيهم ماجيك اي. and the beautiful sight of the kite. والمنظر الجميل بتاع الطيارة. بيقول لي لاحظ هنا. بتخلي الصوت اللي هو اي اطول. زي bite nice bike ride. but not in live. لكن كلمة live مش بننطقها اي. بنطقها اي. يعني كل كلمة مر علينا لازم نحفوظ نطقها كويس. هنا بيقول لنا. عدي اربع كلمات. فيه تلاتة منهم اصواتهم زي بعض. وفيهم ماجيك اي. يعني الصوت اللي فيها اي طويلة. معادة كلمة واحدة. هنعمل عليها دايرة ونحط بدلها كلمة فيها ماجيك اي. يلا نشوف كده. كلهم فيها ماجيك اي. معادة كلمة عملنا عليها وحطينا ما كانها كلمة رايد. نروح على نمبر تيو. اسمعوا معي الله. سايت وايف. برايز. ليف. ايه فيهم اللي مش فيها ماجيك اي. طبعا هي ليف. ما فيهاش ماجيك اي. نحط كلمة مكانها وليكن مثلا رايز. الارز. نمبر ثري. كايت. شاين. خيف. بايك. كلهم فيهم ماجيك اي. وفيهم لونج اي. معادة كلمة اي. معادة ثيف. يعني لس نحط اي كلمة زي مثلا وايف. نمبر فور. سايز. سايد. بيليف. ناين. كلهم برضو ماجيك اي. معادة اي. معادة بيليف. بيليف يعني يصدق. نحط اي كلمة فيها ماجيك اي. زي مثلا كايت. شاف. مايس. فاين. درايف. كلهم ماجيك اي. معادة كلمة تشاف. نحط اي كلمة زي مثلا نايس. يعني لطيف. درس بتاعنا بنتي بانترنت سورت. بيقول لي ابحث على الانترنت. عايزني اختار واحد من الانيمال دول. ونعمل عنه بروفايل. بروفايل يعني ملف شخصي كده. ملف حقائق عنه. عايزني اختار مثلا. اللي هو فرس النهر. اللي هي الغوريلا. اي حيوان منهم اعمل عنه سورتش. ابحث عنه وعمله بروفايل. انيمال بروفايل. اللي هو ملف حقائق عن حيوان معين. ده شكل الانيمال بروفايل. بيبقى عبارة عن ايه. الاول هنكتب النيم اسم الحيوان. لو انا مسلا اخترته لاين هاجي هنا واكتب لاين. عند الاسم. وهنا بنحط صورة للانيمال ده. سواء نرسمها او نتبعها ونصورها. ونلزقها. اه بعد كده يعني بوصف الحيوان ده اول عليه مثلا. لونه. زي ما شوفنا معلومات عن الاسد. او اللي عنده عنده الاسد الزكر عنده عنده شعر حوالين رقبته. كل ده بنحطه في يعني وصف الحيوان. هابتات اللي هو الموطن الطبيعي اللي بيعيش فيه. عرفنا ان مثلا الاسد بيعيش في الغابات في افريقيا. نكتب كده. في الغابات في افريقيا. فود. فود اللي هو الغذاء الطعام بيأكل ايه. عرفنا انه بيأكل ميت. فنكتب هنا ميت. بعض الحقائق عنه. نقول مثلا انه بيبقى عنده وايف يعني زوجة. وعنده اولاده. بنسميهم كابس. يبقى دي معلومة اضافية بنكتبها عن الاسد. ونقول مثلا هو خيوان خطير. ممكن لازم نبعد عنه لو شوفناه. زي ما قرأنا من شوية. لو شوفنا اسنانه. ده مش بيتحك. ده معنى كده انه لازم نهرب. يبقى ده ازاي نعمل حاولوا تتضربوا عليه وتبحثوا عن اي حيوان من الحيوانات الموجودة دي وتنفزوها كنشوات كده ليكم. نشوف مع بعض اهم الكلمات اللي مورت علينا النهاردة. حيوانات اليفة او منزلية اسمها حيوانات بريه. حيوانات بريه. حيوانات اليفة. حيوانات اليفة. فورست. فورست. او قابة تانية او قابة غال. جونجل. 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 صحراء. دازرت. 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 يعيش. ليف. 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 هنا جايب لي اه. امثلة للحيوانات المنزلية زي ايه? داوغ. كلبي يعني داوغ. كطة. كات. ارنب رابيت. رابيت. حمار. دونكي. دونكي. عنزة. جوت. جوت. حصان. هورس. هورس. ماشية. اللي هي البقر والجموس. بنسميها كاتل. 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 ويضة انموز الحيوانات البرية زي اسد. لاين. 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 نمر. تايجر. تايجر. صعبين. سنيك. سنيك. تمسح. كروكدايل. 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 جراف. جراف. او لا جراف او جراف. الاتنين صح. فيل. الفنت. 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 قرد. مانكي. 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 يلا نحل بقى نشوفها من اين النهاردة. النهاردة جاب لكم يعني محادسة. هنكمل محادسة بالكلمات اللي قدامنا دي. نشوف الكلمات دي معناها ايه? يعني غابة. مانكيز. اللي هي الكروض. زو. حديقة الحيوان. وهوم يعني موطن او منزل. هنا مين بيتكلم عشان احل المحادسة صح? لازم اقرأها الاول وحاول افهمها وبعدين باختار الكلمات. مستر حمدي بيتكلم مع عمر بيقول له ايه? يعني هل الجوريلا دي حيوان حيوان اليف ولا حيوان بري? قال له هي حيوان بري. لاننا بنقدرش نعتفز بها فين? في البيت. في البيت يعني اخترنا هنا كلمة هوم. طب اين تعيش الجوريلا؟ قال له اين ذا? بتعيش فين? اين مكان ممكن تعيش فيه في الاختيارات دي؟ بتعيش طبعا في الغابة. اين الناس تقدر تشوف الجوريلا؟ تشاهدها هي وايه بامان؟ هي وايه بامان؟ ايه اللي هنا ممكن نتفرج عليه تاني؟ طبعا بقى عندنا كلمة منكيز اللي هي الحيوانات تانية اللي ممكن نشوفه بامان؟ فين بقى المكان اللي نقدر نتفرج فيه على الحيوانات البرية بامان؟ قال له اتز ايه؟ اتززو في حديقة الحيوانات بيبقوا محطوطين جوه القفص ومعتنى بيهم وكدة نقدر نشوفهم بامان. يلا نختار الاجابة الصح beber unscrew one You are domestic animal lives in the domestic animal بعيش فين? ايوه there is a domestic animal مين في دول دومستيك animal حيوان منزلي؟ طبعا هي the cat القطة بنسميهم لانهم ما نقدرش نربيهم في البيت ايه في الاختيارات دي ايه طبعا هم الحيوانات المنزلية بتاكل ايه ميت يعني كل اللي قلناه قبل كده طبعا هو لان الحيوانات اللي في البيت بتاكل الحاجات دي كلها الحيوانات البرية مالها منقدر نوصفها ايه في الحاجات دي طبعا هم يعني حيوانات خطيرة كده خلصنا والدان احسنتم اتمنى نكون فيه من الدرس بتاعنا طبعا نكمل بقى المنهج ان شاء الله اتمنى لكم التوفيق